بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعاني شيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله الدرس الثاني والعشرون الحمد لله على فضله وإحسانه الصلاة والسلام على نبينا محمد الداعي إلى نضوانه وبعد كتب الشيخ رحمه الله رسالة تسمى بالرسالة المدنية في الحقيقة والمجاز وصدرها بقوله السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام على جيرانه سكان المدينة طيبة الأحياء والأموات من المهاجرين والأنصار وسائر المؤمنين ورحمة الله وبركاته إلى الشيخ الإمام العارف الناسك المقتدي الزاهد العابد شمس الدين كتب الله في قلبه الإيمان وآيده بروح منه وآتاه رحمة من عنده وعلمه من لدنه علما وجعله من أوليائه المتقين وحزبه المفلحين وخاصته المصطفين ورزقه اتباع نبيه باطنا وظاهرا واللحاق به في الدنيا والآخرة إنه ولي ذلك والقادر عليه من أحمد بن تيمية سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو وهو للحمد أهل وهو على كل شيء قدير ونسأله أن يصلي على صفوته من خلقه وخيرته من بريته النبي الأمي محمد وعلى آله وسلم تسليما كتاب إليك أحسن الله إليك في الدنيا والآخرة إحسانا ينيلك به عالي الدرجات في خير وعافية عن نعمة من الله وخير وعافية شاملة لنا ولسائر إخواننا والحمد لله رب العالمين كثيرا كما هو أهله وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله إلى أن قال ونحن نسأل الله ونرجو منه أن يكون ما قلاه وقدره من مرض ونحوه من مصائب الدنيا مبلغا لدرجات قصر العمل عنها وسبق في أم الكتاب أنها ستنال وأن تكون الخيرة فيما اختاره الله لعباده المؤمنين وقد علمنا من حيث العموم أن الله لا يقضي للمؤمن من قلاء إلا كان خيرا له وأن النية وإن كانت متشوقة إلى أمر حجز عنه المرض فإن الخيرة إن شاء الله فيما أراده الله والله تعالى يخير لكم في جميع الأمور خيرة تحصل لكم رضوان الله في خير وعافية وما تشتكي من مصيبة في القلب والدين أسأل الله أن يتولاكم بحسن رعايته توليا لا يكلكم فيه إلى أحد من المخلوقين ويصلح لكم شانكم كله صلاحا يكون بدءه منه وإتمامه عليه ويحقق لكم مقام إياك نعبد وإياك نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم مع أننا نرجو أن تكون رؤية التقصير وشهادة التأخير من نعمة الله على عبده المؤمن التي يستوجب بها التقديم ويتم له بها النعمة ويكفى بها مؤونة شيطانه المزين له سوء عمله ومؤونة نفسه التي تحب أن تحمد بما لم تفعل وتفرح بما أتت قد قال الله سبحانه إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون إلى قوله إن أنهم إلى ربهم راجعون ورؤي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هو الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاه أن لا يقبل منه وفي الآثر أظنه عن عمر بن الخطاب أو عن ابن مسعود من قال إنه مؤمن فهو كافر ومن قال إنه في الجنة فهو في النار وقال والذي لا إله غيره ما من أحد على إيمان يسلبه عند الموت إلا بسببه وقال أبو العالية أدركت ثلاثين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه وقال الصديق رضي الله عنه إن الله ذكر أهل الجنة فذكرهم بأحسن أعمالهم وغفر لهم سيئها فيقول الرجل أين أنا من هؤلاء يعني وهو منهم وذكر أهل النار بأقبح أعمالهم وأحبط حسنها فيقول القائل لست من هؤلاء يعني وهو منهم هذا الكلام أو قريبا منه فليبرد القلب من وهج حرارة هذه الشهادة إنها سبيل مهيع لعباد الله الذين أطبق شهداء الله في أرضه أنهم كانوا من الله بالمكانة العالية مع أن الإزدياد من مثل هذه الشهادة هو النافع في الأمر الغالب ما لم يفضي إلى تسخط المقدور أو يأس من روح الله أو فتور عن الرجاء والله تعالى يتولاكم بولاية منه ولا يكلكم إلى أحد غيره ثم شرع الشيخ يبين القول الصواب في الحقيقة والمجازف قال قال لي بعض الناس إذا أردنا أن نسلك طريق سبيل السلامة والسكوت وهي الطريقة التي تصلح عليها السلامة قلنا كما قال الشافعي رضي الله عنه آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا سلكنا سبيل البحث والتحقيق فإن الحق مذهب من يتأول آيات الصفات وحاديث الصفات من المتكلمين فقلت له أما ما قاله الشافعي فإنه حق يجب على كل مسلم أن يعتقده ومن اعتقده ولم يأتي بقول يناقضه فإنه سالك سبيل السلامة في الدنيا والآخرة وأما إذا بحث الإنسان وفحص وجد ما يقوله المتكلمون من التأويل الذي يخالفون به أهل الحديث كله باطلا وتيقن أن الحق مع أهل الحديث ظاهرا وباطنا فاستعظم ذلك يعني هذا الشخص الذي كلمه الشيخ وقال أتحب لأهل الحديث أن يتناظروا في هذا فتواعدنا يوما فكان فيما تفاوضنا أن أمهات المسائل التي خالف فيها متأخر المتكلمين مما ينتحل مذهب الأشعري ثلاث مسائل وصف الله بالعلو على العرش ومسألة القرآن ومسألة تأويل الصفات فقلت له نبدأ بالكلام على مسألة تأويل الصفات فإنها الأم والباقي من المسائل فرع عليها وقلت له مذهب أهل الحديث وهم السلف من القرون الثلاثة ومن سلك سبيلهم من الخلف أن هذه الأحاديث تمر كما جاءت ويؤمن بها وتصدق وتصان عن تأويل يفضي إلى تعطيل وتكيف يفضي إلى تمثيل وبهذا تنتهي هذه الحلقة وتكون بقية هذا الكلام في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى وبه الثقة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر